في المغرب دائماً حيث أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية طرح طلب عروضاً لاقتناء طائرات جديدة طويلة وقصيرة المدى بهدف توسيع أسطولها الجوي ومضاعفته إلى أربع برات في غضون العشر سنوات المقبلة وفي هذا السياق صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن شركة الطيران الوطنية طرحت مناقصة لشراء طائرات جديدة وسط مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على السفر وتعتزم الشركة المغربية الأكبر في إفريقيا زيادة حجم أسطولها لأربعة أمثال في غضون عشر سنوات إذ تستعد البلاد للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال